اشتركوا في القناة بصفة عامة. السعب السلام مرحبا بك. شكرا تحية لكم. كنحيكم من هذا المنظر هذا. الحمد لله. هذا محلنا. اولا سعب السلام سنة سعيدة. كيف اجدوا سنة الامازيغية التي تتصادف 13 يناير? سنة الامازيغية التي هي معروفة 13 يناير. نحن يلا نبدأ بالاحتفال. البرحة الليل ديالة. ديوزنا شيء يا حفلات الخفاف. نحن يلا داك الشيداز بيحر وعلى خير. ولكن ما زال غادي نبدأ منها اليوم وغدا وبعد انت غاديم شيء الاحتفال حتى النهار 29 ان شاء الله. يعني كاين بزاف ديالة الجمعيات وبزاف ديالة. توقص داخل الاسر الامازيغية يعني كيف اش نمو التقس اللي تكون مهم في النهار هذا? واللي كيكون فيه ومهم هو كين الناس لما تتشوفهم مدة. وكتلقى معهم في ذاك النهار ديالة الاحتفال. كينه كيكون جاين من اوروبا كينه كيكون واحد في الجانب واحد في الشمال كيكونوا حاضرين في ذاك الاحتفال. وناس كيكونوا فرحانين. وكيشوفوا يرجعو تهني التاريخ ديال جدود ديالهم. كيفاش كانوا جدود ديالهم كيفاش كانوا كيحتفلوا لكن كي الحرص على درورة احتفال بذنهار هذا. درورة. ولا غير ذا بما عشيتها الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعيين اللي يخلل لازع وثاني الجادل يرجع لهذا النهار. لكن نحن ديما حرصينا لهذا الاحتفال في الباديات وحتى في المدينة. ولكن في هذا الفيسبوك وهذا المواقع الاجتماعي بهذا القنوات الإلكترونيكية اللي كتايا 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 اخوان الصحافة اللي كيكتبوه. فهو ما كيعاونوا في هذا يعني بحالي لا زادوا كتر من منص ولا اشعاع كبير. ولا اشعاع كبير. فديك الوقت اللي كنا كنا نحتفلو. احنا كنا كنا نحتفلو. يعني كنت نحتفل غير في حالة محمد ما غاي ساقليك تد يلا بورقون لخبار. وش هي الأكلة اللي أساسية في هالنار دي؟ وش كنش أكلة أساسية ولا تي؟ لا كينة أكلة أساسية وما أصلا هاد الأمازيغ دي مرتبطة بالأرض. معنى مرتبطة بالنار. الحبوب. حال الحصيطة اللي كندي دي قلوب. حال السكسودية. بحال بركوكس هدا اسم دياله هو بركوكس. وبركوكس اللي تي قلوب. ها بركوكس هو هدا ولكن كي يصوبوه بلي الدين ماشية اللي كيتباع في الحالة. لا عرف تصوبوه. كي يصوبوه. وكيكونو الدجاج البلدي. وكيكونو البيض البلدي. وكيكونو عاملو. كيكونو زيت العود وارغان والسمنة. يعني اللي كيقولو دي. اللي كنقولوه احنا باللغة الأمازيغية. يعني جميع النبات اللي كتحط içinde علاقة به الأرض. كلها عندها يعني كالارتباط بالأرض. وهنا بجلنا نجري واحد السؤال هو البعض تقولوا بأن السنة الأمازيغية اللي تتاشها يناير من كل سنة. هي واحد نهار اللي كتافي الفلاحة المغاربة. يعني تقولوهما بين قوسين. بأنه قصطوا على الاحتفال بهذا النهار. اللي هو ارتع الفلاحة المغاربة اللي تقولوا. يعني يناير تقولوي الناير. وش هذا شي صحيح ولا لا شي صحيح. لا الناير. الناير فيه لحي. اه الناير فيه لحي. فيلم غريب كامل. لا تقريب على السعيد العالمي كامل. نحن ما غنقولوش غير حنا. ان كي لا شفنا اخوان في الجزائر والتونس ومصر ومالي. جميعا الاخوان اللي كي يضرب اللغة الامازيغية. اللي كي يضرب اللغة الامازيغية. او اللي كي يضربها بالتوارج. هانتها التوارج يديرها اللغة الامازيغية كي يضربها مالي وإلى آخرين. هاد نس هدوك دائما كي يكونوا محتافلين بهذا السنة الامازيغية واغيلا أوروبا. اكتر فيها اكتر الاخوان كي يديرون الحفلة دائما في الوروب. لا فهولا دولة بجيكا ولا جميع الدول في الوروب. كي يديروا يحتفلوا بهذا السنة الامازيغية. لا غير مثلا الناس عن البواديس عن القرى المغربية. دوكالها ولا الحريز ولا تزيانات. كنت يحتفلو بعد اليوم تدروا اليوم الناير يعني اليوم الفلاحي. الان بقي حتى في الوحدة الناس ديال تكولا ولا ولا تحريز ولا الجامعية. واش عنده واش امازيغ اللي خادوا هذا النار ولا الفلاح اللي خادوا اليوم هذا النار ولا هو دخل التقافة المغربية. انا شكونا او او شعب اللي جات للمغرب هو الامازيغيين. يعني. قاعد اكتلا حكمة يعني جاء جاء والقاوة عندهم هات التقافة. واحنا ما نقولوش راح العرب راح ماش امازيغ ما عارف نجح ان تكشيرها. ولكن اللي بغنا نرجع للتاريخ شوية. اشن هو المرجع للاحتفال بهذا النقار ساعة التلتاشين ايه. الاحتفال بهذا ديما تتافل باللغة اصلا اللغة الامازيغية. انه في التاريخ ديال الملك الامازيغي في العاد ديال ارامسيستاني في مصر في تسعمية ومسين سنة. واللي اصدقت دار هات التاريخ. اه. من اللي تخلي مصر تتحارب مع الفرعينا. اه. يعني وغالب هم واستع عمره مصر ولا ملك المصر في واحد المدفتها. وتجوج ما نهر لي تجوج لي دار هات التاريخ. هذك التاريخ ديال امازيغي. يعني من ما غير بده في تسعمية ومسين بده من تسعمية ومسين سنة. اه. في العهد ديال ارامسيستاني وكان ملك الامازيغي واشي شونغ. واشي شونغ واللي كان دايما هو من اللي يكون جاي مع الاسمية ديال الشعاد اللي معاه. دايما كيكونوا جايبين مع الغلم وجايبين مع في. اللي يدخلون مصر جابوا معهم الغلم وجابوا معهم الجمولة وجابوا معهم كل شي. يعني دايما هما دايما مرتبطين بالارض. يعني في لحاة والكسيبة دايما هما كيمشوش. لما كان يلا ما كانش تدهوا معهم. حي لا كدوا الموناد يلوم. واخرى رجعوا للمغرب. دايما يعني مع تلتاشنين في كل سانة يتجدد النقاش حول الاعتراف بهذا النهار كيوم عطلة. ولكن ملاحظة لانه دبا مثلا الرئيس الحكومة السابقش كان كان الامازيغي. سي العثماني. سي اخرج دبا الان سي امازيغي. يعني الناس اللي عندهم السلطة. علش مقدروش يديروا اليوم بانه يوم الاحتفال ويوم العطلة بالنسبة للجميع المغاري. بالنسبة لك انت. احنا احنا طلبنا هذا بالنسبة للفنانة ولا بالنسبة للامازيغيين كلهم في المغرب كانوا في الحكومة السابقة كانوا طلبوه هذا النهارة داي يكون عيدة. ولكن هاو رئيس الحكومة هو اصلا امازيغي. علش مقدرش ياخد هاد القارارات. يمكن يمكن شو هاد العام شوية لقوا هاد المشاكيل ديالها. والعزماني تورق الكوفيد. وشوف هاد اكزاوك يقول لك هاد جينة في هاد الكوفيد. هذا يمكن. قالك احنا جرينا القينا هاد المشاكيل ديالها. ما عارفناش. ولكن هم يخصوا ياخدوا المبادرة لانه هم امازيغ هم يخصوا المبادرة بشهد النار ولا يحتفى اليوم الوطني بالنسبة للغاية. انا شفت واحدة واحدة سميته في واحد الجريدة للبرح ولكن ما عطوش الصحة ولكن كانت كاتبين فيها عزيز اخنوش قالك في استقبال المالكي على حسب التكروع له هاد اليوم السنة الامازيغ ولكن ما عارفناش هاد يكون صحيحة ولا حددتش ديال المواقع غير كي يخدوا شي صورة تقضوا ويحطوا ما تدعوش هش نهية. ولكن اكيد بينا هاد النهار هادا خاص يكون فيه العطلة. محدو ما زال ما كيناش فيها العطلة. يقلسوا فيها المغربة كامل يمنط دراسة ولا ما زال ما ما غايكونش واحد احتفال رسمي. ولكن نتمنوا ان شاء الله غاد يكون لحاسة بدأ هاد التوجعات وسيدنا الله ينصرف يقدر يكون هذا. واخر جولا لنقص شوية الفن الامازيغي الملاحظة هو ان لكن الفن تاع سواسا هو الذي يهيمنه في الظهور في القنوات العمومية على الفن تاع مثل غيافة الفن تاع جهات اخرى. علش سواسا هم الريافة الوفاء والزيان ما هذا وكلهم احنا امازيگية. كنا كنت نتكلموا بلغة الامازيغية غنيو امازيغية. ماهنا كنت مشكلة. يمكن كين المشكلة عند الشركة اللي هما اشدين تقنيين. في الامازيغية يحطوا عندهم تقنيين. هذا فنان. فنان. يسعرفوا التورة الامازيغيين. اذا أعتددّ على الفنان الذي سيقوم بتوزه. او هذا الغدق لا يقوم بتوزه المرة. او التاني تاني كملوا اخوان الكاملة. عدد ديال الشماء بده بكينين وحتى للعدد الفنان القدامي. وباقي مدازوش بى قانات الامازيغية. والقانات الامازيغي هل لم يتحدث عادل الاعتبار للثقافة الامازيغية؟ ولا ستفقى غير ما أعطاش هذا الدور؟ ما زال ما أعطاش ذكسيلي خصية تعطيه أصل، إذا أريدنا إسراءه في الحقيقة، بقيمة ما أعطاه القانات الإمازيغية بقيمة ما أعطاش ذكسيلي خصية تعطيه، وإعليش تدارت هذه القانات الإمازيغية أصل؟ تدارت بالبرامجات وتدارت بالتقافات هاد الشي يكون فيه امازيغيا احنا ما كان ادراج دبا هاد السؤال هادو هاد التقافات كامل نخصيدو زو البوادي وشوف اشنو كين في البوادي وشوف اشنو التقافات يمشون التال البادي ايو شجلو وياخدو كيفاش كي الناس ديال كيفاش كانوا كي يتعاملوه كيفاش كي يتعاملو دبا حاليا دباش واش باقي دك تقافة باقي هي هي ونت تغيرت على حساب هادو مع الناس كي يقولوك لات بديلت لغت كيفاش تبدلت لغت انا ما كان ما زل ما الت بديلت لغت هو الى تطور هاش يقدر يطورون الفرائد ليس لأ قويما ما زل ما تتطورتش الى انو طورت هذه الفرائد هادوطا ادنية بقى ما طعب يعني تقافة وطورت يبقى وطورت غير غيرت تقافة وكتبقى في بلاستها والطورت كيتبقى في بلاستها كيف لقنا في جدودنا حدو شخصة ماش يغال لقنا عشوائي خاصوا الحيفاظ عليه وخاص الله كانوا الناس الذين الكريئ كانوا يكتبوه يكتبوه الفقهاء وكانوا يكتبوه هذا تاريخ دياله وكيفاش كانوا يحتافلوا الناس وكيفاش كانوا يلبس غير اللبس بدأ أنا من اللي غادي يجيوا بعد إخوان يشوفوا اللبسين إن شاء الله أتمنى إخوان يجيوا بشاء بعض المركبات اللي غا يكون فيها بحل ضل بدأ غا يكونوا فيه كتر من خمسة ذيالحفال غا يكونوا إن شاء الله من إبتداء من اليوم حتى لتسعود وعشرين غا يتختلف حتى في اللبس غا يتشوف حتى اللبس غا يتشوف حتى اللبس غا تلقى القميجة غا تلقى يم غا تلقى غا تلقى اللبس يعني اللبس تقليدي حتى لو طال العرب تانا هما طالما كي يلبسوا اللبسها نحن نشوفه في العرس كانوا مشوهنا بهذا العرس ماشي قادي رشوه من كي يلبسوا الشلحة وليكن حتى اللبسة العرس الكسوة كي يقولك كسوة شلحة وليكن ما تسعودك التقافة عندما اصلاها التقافة زوينة ماشي حتى صلاحنا ماروف التقافة الأمازيغية في هالك ما فيها السبان ما فيها نحن ماشي ندوع العربية ها نخلي العربية لا ندوع التقافة الأمازيغية كيف نحضر عليه ما فيها السبان ندخسر الله كله كين تسامح. كين تسامح ويقدر من المقاعد قهره يسكت. ويقول لك واحدة ده يمكننا خايف. لا ماشي خايف لا. وبالنسبة لك نساش كين جديد دلسي عم سلام اشنا اوه. الجديدة كين الجديد كنت الجديد هو على المنتخب الوطني. كنت جدلت شوش دي الله اللي بو مات على المنتخب الوطني. كنت تكلمت على المدريب وتكلمت على الماتش دي الله. دي الله. دي الله بوردغار. قدت في واحدة شوية دي الله. شوية دي الله. شوية دي الله. خطت داكرت شوية دا. وغادي نقولها بالعمازيغية ويوها بشي تسنتو. عايدون بالبعد ان شاء الله. بباركة. 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 الرجل اقيل انتي اي ساري. وهان مغرب افرح كلوتي. ينزل يا رولاندو الدورد نطيد. ريس وفاني. وبعدها استرزمت المدل ديك شماتين. حينا نصير يوضر نوترسي الناس. يا كيف كايا ساقون سنت فيه في الهتاء أي كبردقيز أريد خالصي لما تشني قد أغلق لا أسنسي ويا وفلس أكي تيغامان نواغني تدرزن أتي فرط نسي وعلى إني الذي يسن الحكام عشان تنجبولنا عودة عودة قولنا بالعرفية خاصة نتعلمونا بالنسيحية قلت لي بباركة القراجي لانتصار يعني مبروك لانتصار قلت ليها رولاندو في هذا الماتش هذا يكون لقاء غير يتحلي القبر ديالي يدخله يعني النصيري بحالة قلت ليها النصيري ورك ليه على الجرح دياله يعني البيتلي التماركاتي هي اللي ورك ليه على الجرح دياله وهدرت على قلت ليها باركة بالنخلص دياله ولكنا من يجب أن يكون قادر وقال لعبوه ما يومش ما تشاهرون ونخسرون ما عنده ما ينطعون ما تشاهرون ما تشاهرون وصلت لها وحضرت على هو فرنسا هو المنتخب الفرنسي الفروج هو الفروج لها هو فروج اللي يبقى فينا كنا نهرس ولكن كان معهم الحاكم يقول ما كانش معرك هكذا من اللي غادي وهذه الغنى دينا فيه شوية دينا السياسة وفيه شوية دينا وانتمنى والخير وانبرك عليكم وتحية لكم وشكرا بزاف على الاستضافة دينا لكم شكرا لكم النجاح والخير شكرا سياء السلام وشكرا جزيلا على قبول الدعوة وتتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء فرصة القادمة إن شاء الله شكرا